شاشة شاشة سؤال شاشة الفائدة من هذه الشاشة أنه يتم إدخال أرصدة الحسابات المختلفة التي ستتعامل معها الشركة في بداية نشاطها التجاري كذلك سوف يتم تحديد رأس مال الشركة من خلال إدخال المبالغ المرتبطة بالحسابات كأرصدة افتتاحية في هذه الشاشة لتوضيح أكثر حول استخدامات شاشة الأرصدة الافتتاحية والإجراءات الواجب اتباعها قبل استخدام هذه الشاشة نقوم بعرض المثال التطبيق التالي هناك العديد من الإجراءات الواجب اتباعها قبل البد باستخدام شاشة الأرصدة الافتتاحية من أهم تلك الإجراءات أن تكون مبالغ تلك الأرصدة الخاصة بالحسابات المختلفة صحيحة ومعتمدة فمثلا لابد أن يتم المطابقة والمصادقة مع الديون التي عند العملاء عند المدينين كذلك لابد أن يتم المطابقة والمصادقة مع الموردين الدائنين يعني التجار كذلك لابد أن يتم جرد الصندوق جردا صحيحا ومعرفة رصيد الشركة في البنوك كذلك لابد أن يتم تقييم قيمة الأصول الثابتة بشكل صحيح ومعقول كذلك لابد أن يتم جرد المخزون بين قوسين البضايع والسلعب بشكل صحيح ودقيق للغاية لأن هذه الأرصدة هي التي سيتم من خلاله تحديد رأس مال الشركة المثال التطبيقي ينص على بدأت شركتك الخاصة نشاطها التجاري بالأرصدة الافتتاحية التالية هذه الأرصدة تم أخذها من آخر ميزان مراجعة أو ميزانية عمومية معتمدة وصحيحة بعد مطابقة تلك الأرصدة ومطابقة مبالغ تلك الحسابات اسم الحساب ظاهر أمامكم طبعا طرف مدين طرف دائن الطرف المدين يمثل جانب الأصول سواء كانت أصول ثابتة كالأراضي والسيارات والكمبيوترات والطاولات والأنظمة أو أصول متداولة كالنقدية مثل صندوق بنك عملاء مخزون وغيرها أما الطرف الدائن فيمثل الموردين أو التجار الذي نشتري منهم سواء بالآجل سواء كانوا بالدولار أو بالريال والفارق ما بين الجانب المدين الذي يمثل الأصول والجانب الدائن الذي يمثل الخصوم والالتزامات هو رأس المال فقاعدة محاسبية رأس المال هو عبارة عن إجمال الأصول المدين ناقصا إجمال الخصوم والالتزامات الطرف الدائن الفارق بينهما بين الأصول والالتزامات يمثل رأس مال الشركة أراضي ومباني مبلغ ثلاثين مليون ريال سيارة هندي ألفين وخمسة عشر بثماني مليون كمبيوتر مكتبي بمائتين وثلاثين ألف ريال كراسي وطاولة بقوسين أثاث مائتين واربعين نظام يمنسفة المتكامل ثمانمائة دولار صندوق ريال بثمانمائة وخمسمائة صندوق دولار أربعة ألف وخمسمائة دولار بنك اليمن الدولي ريال يمني خمسة مليون بنك التضامن دولار خمسة ألف وسبعمائة وخمسين دولار العميل بنقوس المدينة محلات محمود مائتين وخمسين ألف محلات العيسى والتجارية ألف ومائتين وخمسين دولار مخزون المواد الغذائية بعد جردها بشكل صحيح مثل تسعة مليون ريال رأس المال علامة السفهام المورد في الجانب الدائن الآن أو الخصوم المورد شركة معينة تجارية خمسة ألف دولار المورد شركة عمارة تجارية ثلاثة مليون وخمسمائة ألف الطرف المدين بنقوسين الأصول سواء أصول ثابتة أو متداولة والطرف الدائن الذي يمثل الخصوم هو عبارة عن رأس المال الآن نقوم بإدخال هذه المبالغ في شاشة الأرصد الافتتاحية على النحو التالي نعود مرة أخرى إلى شاشة الأرصد الافتتاحية في نظام يمنسوفت المتكامل نقوم الآن بشرح خطوات استخدام شاشة الأرصد الافتتاحية في البداية نقوم بشرح بعض الحقول الظاهرة أمامنا في الشاشة فمثلا من حساب إلى حساب نستطيع من خلال هذه الحقول إنزال حسابات معينة فمثلا إذا ما ألدنا فقط إنزال حساب الأصول والذي يبدأ برقم واحد وحساب الخصوم بين قوسين الالتزامات والذي يبدأ برقم اثنين ما عليك إلا الضغط على F9 نلاحظ ظهر الدليل المحاسبي ونقوم بسحب الحساب الأول بالشكل الظاهر أمامكم نقوم بالضغط على الماوس بزرعيما إلى من حساب ثم ننتقل إلى آخر حساب الذي نريد إنزاله في جانب الخصوم أو الالتزامات مثلا هذا نقوم بسحبه بالماوس بزرعيما ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر الإضافة نلاحظ ظهور الحسابات من حساب رقم واحد إلى الحساب الأخير الذي في جانب الخصوم رقم اثنين نستطيع كذلك عدم إدخال أي رقم في هذين الحقلين حقول اختياري ليست إجبارية يعني نستطيع أن نحدد أو نستطيع أن لا نحدد من مركز إلى مركز طبعا يتم استخدام هذا الحقل في حالة أن الشركة تستخدم مراكز تكلفة ولهذه المراكز حسابات خاصة بها وأرصده حسابات مختلفة تمثل هذه المراكز فإذا كانت الشركة لها مراكز تكلفة ما عليك أن الضغط على F9 واختيار المركز الذي تريد مثلا مركز حدي ثم تقوم بالضغط على زر الإضافة نلاحظ نزول جميع الحسابات أما إذا كانت الشركة لا تستخدم مراكز تكلفة فليس إجبارا أن نقوم باختيار أي مركز نتركه خالي أو فاضي إذا منتقلنا إلى أسفل الشاشة نلاحظ رقم الحساب سوف ينزل آلين اسم الحساب كذلك لدينا حقول مدين محلي ودائن محلي مدين أجنبي ودائن أجنبي في المدينة المحلي أو الدائن المحلي يتم إدخال الحسابات التي هي بنفس عملة النظام فإذا كانت عملة النظام ريال سوف يتم إدخال الحسابات التي بالريال في هذه الحقول في المدينة المحلي أو الدائن المحلي سواء كانت أصول أو خصون أما المدينة الأجنبي والدائن الأجنبي فيتم إدخال الحسابات التي بعملات مختلفة سواء كانت بالدولار بالدرهام بالريال السعودي وغيرها من العمولات المختلفة الآن نبدأ بتنفيذ خطوات استخدام شاشة الأرصدة الافتتاحية وإدخال أرصدة تلك الحسابات ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة مرتين نلاحظ ظهور أرقام الحسابات وأسماء الحسابات الآن نبدأ بإدخال المبالغ الخاصة بتلك الحسابات أو أرصدة تلك الحسابات فالأراضي والمباني تمثل طرف مدين لأنها أصول ثابتة قيمة هذه أو أرصدة هذه الحسابات الأراضي والمباني كما في المثال الخاص بناء 30 مليون ريال نقوم بإدخاله في الطرف المدين 30 مليون طبعاً هذه الحسابات هذه كسور عشرية لا تحسب كسور عشرية الأصفر هذه بعد العلامة تمثل كسور عشرية يتم التحرك إما بالماوس أو بالأسهم الموجودة على الكيبورد الآن نقوم بإدخال السيارة الهندي 2015 قيمة هذا أو رصيد هذه السيارة كما في المثال الخاص بناء ثمانية مليون ريال نقوم بإدخاله سيارة هندي 2015 ثمانية مليون ريال نقوم بإدخاله ننتقل الآن كمبيوتر مكتبي يتم التحرك بالأسهم ننتقل إلى الرصيدة اللي افتتاحها الخاص بكمبيوتر مكتبي مائتين وثلاث ثلاثين ألف ريال نقوم بإدخاله مائتين وثلاثين ألف ريال ثم الحساب الذي بعده كراسي وطاولات كراسي مثلا مائتين وربعين ألف ريال كمثال طاولات مائة وخمسين ألف ريال ننتقل إلى الحساب الذي بعده النظام يمنصفت المتكامل طبعا نظام يمنصفت المتكامل بالدولار عملة أجنبية دولار تم يدخاله في الدل المحاسبة بالدولار فسوف يتم إدخاله في حقل مدين أجنبي ثمانمائة دولار عند التحرك بالأسهم أو بالتاب أو بالماوس نلاحظ أن النظام سوف يقوم بإظهار المقابل المحلي ثمانمائة دولار إذا ما قمنا بضربه يقوم النظام بضربه آليم بسعر الصرف مائة وخمسة عشر ثم يظهر في الجانب المدينة المحلي بهذا المبلغ إذا تم يدخال نظامه من صفة المتكامل في جانب المدين الأجنبي لأن عملته دولار إذا ما تحركنا إلى آخر الأرصد الافتتاح بالأسهم نلاحظ أنه بالدولار صندوق ريال يمني يمثل مدين محلي عند قيامنا بجرد الصندوق وجدنا أنه يحتوي على ثنين مليون وخمسمائة آل نقوم بإدخاله ثنين مليون وخمسمائة آل صندوق دولار يمثل مدين أجنبي لأنه بعملة أجنبية نقوم بإدخال المبلغ الخاص به صندوق دولار عند جرده وجدنا تحتوي على أربعة علف وخمسمائة دولار صندوق دولار أربعة علف وخمسمائة دولار نقوم بإدخاله أنا أفضل أنه أتم تحرك بالأسهم التي على كيبرت أسرع وأسهل طبعا صندوق دولار يمثل مدين أجنبي أربعة علف وخمسمائة دولار نلاحظ أنه بمجرد تحرك بالأسهم أو بالماوس أو بالتاب فنلاحظ أن النظام يقوم بيظهار المبلغ المحلي المقابل لاربع الف وخمسمائة دولار اي انه ضرب اربع الف وخمسمائة دولار في سعر الصرف مائتين وخمسة عشر بنك اليمن الدولي نقوم بيظهر الرصيد الخاص به بنك اليمن الدولي خمسة مليون ريال طبعا يمثل مدين محلي خمسة مليون بنك التضامن الاسلامي دولار يمثل مدين اجنبي لانه بالدولار نقوم بيظهر رصيده. خمسة الفسبمائة وخمسين دولار. تحرك بالتاب او بالاسهم او بالماوس. ثم الان نبحث على العملاء المدينين. محلات العيساوي. تمثل مدين اجنبي لانه بالدولار. العيساوي الف ومائة وخمسين دولار. قم بيدخاله. الف ومائة وخمسين دولار. والعميل محمود. مدين محلي لانه بالريال. نقم بيظهر. رصيده. مائة وخمسين الف ريال. مدين محلي. ننتقل الان الى مخزون المواد الغذائية. تسعة مليون ريال. طبعا هذا بعد ان يتم جرد المخزون جردا دقيقا. تسعة مليون يمثل مدين محلي. نكون بهذا قد اتخنى الطرف المدين الذي يمثل جانب الاصول. الان ننتقل الى الطرف الدائن والذي يمثل جانب الالتزامات. يبدأ برقم اثنين. طبعا تحت رأس المال. رقم اثنين نبدأ. شركة معين التجارية دولار. طبعا يمثل دائن اجنبي لانه بالدولار دائن اجنبي. طبعا طبيعة الخصوم اي الالتزام الدائم. شركة معين خمسة الف دولار مورد. يتم ادخاله دائن خمسة الف دولار واحد. تحرك بالتاب او بالماوس او بالاسهم. ثم نبحث على المورد. الآخر شركة عمار. شركة عمار تمثل دائن محلي. نقوم بيظهر رصيده. ثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال. طبعا دائن محلي لانه بالريال. الآن بعد ان قمنا بادخال جميع ارصيدة الحسابات سواء اكانت طرف مدين يمثل اصول ثابتة او متداولة. وطرف دائن يمثل الخصوم او الالتزامات. سواء اكانت بالريال او بالدولار بعد ان يتم ادخال جميع ارصيدة الحسابات. يتم الصعود الى اعلى الشاشة. ثم الضغط على زر التاب. يتم الضغط على زر التاب بالكيبورد بشكل مستمر. يتساءل البعض ما الفائدة من هذه الحركة. هذه تفيدني فيما يلي. نحن نعلم ان رأس المال هو عبارة عن اجمال المدين. ناقصا اجمال الدائن يمثل الفارق رأس المال. هذا الحق الذي باللون الاخضر هو عبارة عن رأس المال. والذي هو عبارة عن الفارق ما بين. اجمال المدين الاصول سواء ثابتة او متداولة. واجمال الدائن الخصوم او الالتزامات الفارق يمثل رأس المال. فهذه الحركة تفيدني فقط في عملية التجميع. في عملية التجميع فقط. الآن هذا الفارق يتم تسجيله وكتابته امام حساب رأس المال. طبعا حساب رأس المال كما قلنا هو الفارق ما بين الاصول. ناقصا الخصوم. طبيعة حساب رأس المال دائن. لذلك يتم نقل وكتابة هذا المبلغ امام حساب رأس المال. نبحث على رأس المال. رأس المال. طبعا يمثل طرف دائن. يتم كتابة هذا المبلغ بالضبط. الذي يمثل الفارق. الظاهر اما ما نكون بالحقل الاخضر. نقوم بكتابته. وبعد كتابته يتم الصعد مرة اخرى الى اعلى الشاشة. والتحرك بالتاب مرة اخرى من باب التأكد. نلاحظ ان الفارق الان اصبح صفر. اصبح صفر. فبعد قيامنا بنقل الفارق الى رأس المال اصبح الفارق صفر. ونكون بهذا قد اتممنا عملية ادخال ارصيدة الحسابات في شاشة الارصيدة الافتتاحية. الان وبعد قيامنا بادخال الفارق امام حساب رأس المال. والصعود الى على الشاشة والضغط بزر التاب بشكل متواصل حتى اصبح الفارق صفر. ما علينا الان الى ان نقوم بعملية الحفظ. يتساءل البعض ماذا يقصد بالسهم الاخضر الظاهر امامكم. تصعيد الارصيدة. ويقصد بتصعيد الارصيدة. نحن نراحظ ان الحسابات التي يتم انزاله في هذه الشاشة في شاشة الارصيدة الافتتاحية. حسابات فرعية. فاذا ما اردنا نقل مبالغ هذه الحسابات الفرعية الى الحسابات الاعلى منها رتباء. اي الحسابات الرئيسية. كي تساعدنا في عملية طباعة التقارير. ما عليك للضغط على تصعيد الارصيدة. اي نقل مبالغ الحسابات الفرعية الى الحسابات الرئيسية. من اجل طباعة التقارير. من اجل طباعة ميزان المراجعة الميزانية العمومية الارباح والخسائر. سواء على اساس حساب رئيسي او حساب فرعي. نقوم بالتصعيد. نقوم بهذا قد اوضحنا. خطوات ادخال الحسابات في شاشة الارصيدة الافتتاحية. يتساءل البعض اين تظهر هذه الارصيدة الافتتاحية التي تم ادخالها لهذه الحسابات. تظهر هذه الارصيدة الافتتاحية عن طباعة كشفات الحسابات الخاصة بهذه الحسابات. كذلك تظهر في بعض التقارير مثل ميزان المراجعة. فمثلا اذا ما اردنا معرفة كشف حساب شركة معينة التجارية. ومعرفة اين يظهر الرصيدة الافتتاحي. يتم الخروج من هذه الشاشة. والدخل الى التقارير. كشفات الحسابات. الحسابات الفرحية. ونقوم بالبحث عن شركة معينة التجارية. اما من ادخال رقم الحساب مباشرة او البحث من خلال اسم الحساب. انا افضل من خلال اسم الحساب. يتم ادخال رمز النجمة. ثم نكتب معين. ثم ضغط على افتسعة. اشتركة معينة التجارية. نقوم بتعديل التاريخ الى اخر عمل تم تمثيذها مثلا. ثم طباعة. يظهر كشف الحساب الخاص بمعينة البعداني بالشكل الظهر امامكم. نلاحظ ظهور الرصيد الافتتاحي. خمسة الف دولار. الذي تم ادخاله في شاشة الارصيد الافتتاحية. كما تظهر بقية العمليات التي تمت. على حساب شركة معينة التجارية. ثم يظهر في نهاية كشف الحساب الرصيد المتبقي حاليا. نكون بهذا قد اوضحنا اين تظهر حسابات الارصيد الافتتاحية التي تم ادخالها في شاشة الارصيد الافتتاحية. فيمكن البحث على شاشة الارصيد الافتتاحية او على الحسابات في شاشة الارصيد الافتتاحية. اذا ما خرجنا مثلا. من ادارة ودخلنا مرة اخرى الى المدخلات الاساسية الارصيد الافتتاحية. وقمنا بالضغط على زر الاضافة مرتين طبعا. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان الحسابات التي تم ادخال المبالغ لها لا تظهر. فلا يظهر اراضي مباني. لا يظهر الصندوق ريال. لا يظهر بنك التضامن. لا يظهر شركة معينة تجارية. لماذا؟ لانه قد تم ادخال مبالغ امام تلك الحسابات. السؤال كيف يمكن استعراض تلك الحسابات او البحث عنها. ما عليك الا ان تقوم بالضغط على زر البحث مرتين. فنلاحظ ان المبالغ والحسابات التي تم ادخال ارصيدتها تظهر مرة اخرى. اذا ما عليك الا الدخول الى شاشة الارصيد الافتتاحية. ومن اجل البحث على الحسابات التي تم ادخال المبالغ لها. الضغط على زر البحث مرتين. نلاحظ نزول جميع الحسابات التي تم ادخال المبالغ لها. سواء كان الطرف مدين او طرف دائن. نكون بهذا قد انتهينا بشكل كامل من شرح شاشة الارصيد الافتتاحية في نظام يمن صوفت المتكامل. هناك سؤال. متى يمكن التعديل في شاشة الارصيد الافتتاحية? يمكن التعديل في شاشة الارصيد الافتتاحية اذا لم يتم اقفال اول شهر. فاذا ما اردنا مثلا تعديل حساب معين ما عليك الا الضغط على زر التعديل. ثم تعديل المبلغ الذي تريد. وكتابات المبلغ الذي تريد. لكن اذا ما تم اقفال اول شهر فانه لا يمكن تعديل شاشة الارصيد الافتتاحية. ولتوضيح الفكرة سوف نقوم باقفال اول شهر نخرج من شاشة الارصيد الافتتاحية. ونذهب الى ادارة النظام. الاقفالات. الاقفال الشهري. نقوم باختيار اول شهر مثلا. ثم نقوم بعملية الاقفال. تمت الاقفال. الان اذا ما عدنا مرة اخرى الى شاشة الارصيد الافتتاحية. ادخلات الاساسية. الارصيد الافتتاحية. وقمنا بالبحث. ضغطنا على زر البحث مرتين. ثم اردنا التعديل. ماذا نلاحظ? تنبيه. الشهر الافتتاحي مقفال. لا يمكن اجراء اي تعديل. اذا كانت لك صراحيات. الغاء الاغفال. وتعديل الارصيدة. فانه يتطلب منك فتح ذلك الشهر. والغاء اقفاله. ويتم بنفس الطريقة يتم الخروج من شاشة من ادارة الحسابات. الدخول الى ادارة النظام. الاقفالات. الاقفال الشهري. نحدد اول شهر. ثم نقوم بضغط على زر فتح الاقفال. الان نستطيع التعديل في شاشة الارصيدة الافتتاحية. نعود مرة اخرى لادارة الحسابات. ادخلات الاساسية. الارصيدة الافتتاحية. الضغط على زر البحث مرتين. ثم التعديل. نلاحظ اننا نستطيع تعديل الحسابات كيفما نريد. نكون بهذا قد اوضحنا شرح شاشة الارصيدة الافتتاحية بشيء من التفصيل مع ضرب الامثلة المرتبطة بهذه الشاشة وادخال ارصيدة الحسابات التي تمثل ارصيدة في بداية النشاط التجاري عند استخدام نظام يمنسوفت المتكامل لاول مرة. يتساءل البعض عند طباعة ميزان المراجعة في بعض الاحيان لا يكون متزن. اي ان الطرف المدين لا يساني الطرف الدائن. سبب عدم اتزال ميزان المراجعة هو انه عند استخدام شاشة الارصيدة الافتتاحية وادخال الارصيدة فان الفارق بعد ادخال جميع الارصيدة الخاصة بالطرف المدين والذي يمثل الاصول والخاصة بالطرف الدائن والذي يمثل الاتزامات والفارق بينهما يمثل رأس المال. ثم اخذ الفارق وكتابته امام حساب رأس المال فانه لا بد ان يكون الفارق صفر. اما اذا كان الفارق لا يساوي صفر او تم نقل المبلغ خطأ او لم يتم اخذ رأس المال وكتابته امام حساب رأس المال فان هذا الفارق سيجعل ميزان المراجعة غير متزن. لذلك لا بد ان يكون الفارق بعد ادخال جميع الحسابات وتحديد رأس المال وكتابته. لابد ان يكون الفارق يساوي صفر. اذا لم يساوي صفر فان ميزان المراجعة عند طباعته لن يكون متزن. ملاحظة مهمة للغاية.